طيب ده فرنساوي عمل في أفريقيا عراقي ونجم ومحلل الكبتن ميسم عادل نشوفه الأهل المصري هو أيقونة الكرة الأفريقية أيقونة الكرة العربية هذا الفريق العريق الكبير الذي لا أحد يجاريه في المبادئ وفي القيام وفي الأخلاقيات وفي السلوكيات وأيضا على أرض الملعب دائما ما يحقق الإنجازات سطوتة وهيبتة مفروضة على كل مجال في كرة القدم وعلى كل مجال في الرياضة وعلى كل مجال في الإعلام وعلى كل مجال يتعلق بالمبادئ والقيم هذا هو الأهل المصري قلعة الكؤوس المارد الأحمر الذي لا أحد يستطيع أن يوقفه الأفضل وأقوى وأكثر فريق تاريخيا بالأرقام هو فريق الأهلي الأهلي بقيمته وقدراته وسطوته وهيبته وشخصيته دائما ما يفرض نفسه على الجميع الأهلي اليوم أمام صراع غير مسبوك أيضا هو يرى أن الأهلي اليوم في وضع مختلف أمام صراع مش متكافئة الكلام ده يعني أهميته إيه؟ أهميته أنه بس زي ما احنا بناخد الناس اللي بتسخننا ناخد الناس اللي شايف الحقيقة من بره عشان نبقى كلنا شايفينها وإن كان الحقيقة أنا مبسوط من الوضع العام دلوقتي وجمهير الأهلي والوحدة واللحمة اللي احنا فيها مع بعضينا كلنا في ظهر النادي الأهلي من غير راغي يعني حتى مش محتاجة زق المراضي يعني فبإذن الله يخرج الأهلي من هذه الكبوة السريعة يعني اشتركوا في القناة